تراجع النشاط العقاري في المملكة خلال العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه وفقا لتقرير ترخيص البناء الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة وبحسب التقرير تم إصدار 32 ألف رخصة تقريبا رخصة بناء في المملكة في عام 2018 مقابل 43 و 200 ألف في 2017 ونلاحظ نسبة انخفاض وصلت إلى 25% أما مساحات الأبنية التي تم إصدار رخص لها فقد تراجعت بنسبة 22% في العام 2018 عن العام 2017 حيث كانت 14 مليون متر في 2017 أما الغايات من إصدار رخص البناء أظهر التقرير أن نتجهات طالبي الرخص كانت للغايات السكنية في العام الماضي حيث بلغت المساحات المرخصة للسكنية كما نلاحظ 8 مليون فاصل 2 متر ومع ارتفاع القيمة للسكنية نلاحظ قلة في الاهتمام من قبل المواطنين والغير سكنية نلاحظ ارتفاع قلة في القيمة ولكن هناك ارتفاع في الاهتمام لدى المواطنين وعلى مستوى المحافظات استحوذت العاصمة على الحصة الكبرى من إجمال مساحة الأبنية المرخصة وبنسبة وصلت إلى 48% وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة إربد كما سنلاحظ بعض قليل على الشاشة واستحوذت الحصة الثانية في إجمال المساحات تلتها الزرقاء بنسبة 13.2% ومن ثم جرش والمفرق تساويتا في الحصة وحصدت باقي المحافظات مثل إمعان على 2%